موسيقى هو أول من تولى مشاخة الأظهر من علماء الحنفية وكان أول من جمع ما بين منصبي شيخ الأظهر والإفتاء حيث عين كمفتي لأديار المصرية وهو في عمر الحادي والعشرين من عمر وبالتالي كان ولا يزال هو أصغر مفتي في تاريخ مصر هو فضيلة الشيخ العلامة محمد المهدي العباسي في مصر أرض المجددين موسيقى تمثل مشروع التجديد عند المهدي العباسي في الإصلاح والتجديد إداريا وعلميا وماليا في مجالات المشيخة والعلم والإفتاء وحول الدراسة في الأظهر من المشيخية إلى الأكاديمية رحم الله الإمام محمد المهدي العباسي شيخ الإسلام وألحقنا به على كمال الإيمان موسيقى فضيلة العالم الجليل لأستاذ الدكتور علي جمع السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا من فضيلة مرحبا بك فالدكتور لو تحدثنا عن نشأة فضيلة الشيخ محمد المهدي العباسي بوصفه علم من أعلام الأظهر الشريف والإفتاء في مصر فماذا يقول فالدكتور علي جمعانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا الإمام محمد بن أمين بن المهدي العباسي كان علامة فارقة في القرن التسع عشر وكان الحقيقة جمع الله فيه من العجائب والغرائب ما يجعله يعني قدريا أنه ده بالقدر ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عمل كده محدش يعرف يعمل كده ده جاية من عند ربنا وذلك أن أباه جده كان في الحملة الفرنسية كان أيام الحملة الفرنسية وكان نابليون يعزه أولى أنه كان يتقن الفرنسية جده دخل الإسلام فسمي بالمهدي ومن إتقانه الفرنسية كان يتفاهم مع نابليون ونابليون رأى فيه ساعة الاطلاع ورأى فيه أنه مفاوض جيد فأحبه جدا وقربه إليه وكان يجلس معه بالساعات يستشيره والمهدي العباسي الكبير كان أمره بأن يغادر مصر وأنه لا محالة أنه سوف تفشل هذه الحملة لأنها لا تبقى لأن الخطأ لا يبقى وكل معوج يسقط فكأن هذا الإمام الكبير كان علامة وكان علامة في الفقه الإسلامي يعني كان متبحرا ابنه أمين اشتغل بالعلم لكنه مال إلى التجارة ومن ثقة عائلة محمد علي باشا وابنه إبراهيم وكذا إلى آخره جعلوه أمينا على ثرواتهم وكان أموال إبراهيم باشا شغالها أمين ولكنه انتقل إلى رحمة الله بعد أن نخلف ولدين فلما انتقل الخاصة الخدوية أو الخاصة بتاعة مولانا إبراهيم باشا ابن محمد علي وضعت يدها على ثروة أمين كلها حتى تستوفي الأموال التي أعطاها إبراهيم باشا للاستثمار الولدين طرعوا في معيشة صعبة شوية وولد كان محمد الذي أصبح مفتيا وشيخا للإسلام في الأسكندرية 1827 بعد كده في أواخر عهد محمد علي رأى أن إبراهيم يتولى الحكم وطلب من السلطان العثماني أنه يصدر له تولية لهذا الحكم فذهب إبراهيم باشا إلى اسطنبول من أجل استلام تعيينه واليا حتى في حياة أبيه فقابل هناك شيخ الإسلام عارف أفندي وعارف أفندي كان صديقا صدوقا لأمين فقال له هم أولاد أمين الله يرحمه فين قال له أنا أسمع كده أن هم بيشتغلوا في الطلاب يعني لسه أولاد صغيرين في الأزر قال له إذا كان بلغوا سنه الرجدة أو كده يعني اكرمهم عينوا مفتي عينوا إمام للمسجد يعني شوف له حاجة كويسة لأن أمين الله يرحمه كان صديقنا وكان عالم وكان رجل يجب علينا أن نخدمه في أولاده فلما رجع إبراهيم باشا سأل فين الأولاد دول قالوا لواحد اسمه محمد بيدرس في الأزهر عند الشيخ الساق فقال لهم طب رحوا هاتو فجاءت البوليس يعني الشرطة وبتاعه والقوة بتاعت إبراهيم باشا اللي هو والي البلاد وأبضوا على محمد أثناء الدرس عند الشيخ الساق الولد مش عارف يعني هيروح فيه أو عمل إيه يعني حاجة زي كده ومثلة بين هدي إبراهيم قالوا إنتوا عايشين إزاي قالوا الله لما أبويا مات سيادتك حطيت إيدك على الصروة بتاعته علشان تستوفي ما كان في ذمتي جاب الناس بتوع الخاصة اللي مسكين الحسابات وكده وقالوا إيه العبارة دي فقال لهم شوفوا الحسابات ونرى ما الذي حدث فيها فوجدوا أنهم الأموال سددت ولم يعود عليهم شيء قال لهم طب نمرة واحد رجعوا كل الأموال للولدين وللست زوجته نمرة اثنين حطوا أدها وهب من عندي نمرة تلاتة عينوا محمد مفتين كان عنده 21 سنة الكلام ده سنة 1048 لأنه هو كان عنده اتولد 27 ودلوقتي 21 سنة يبقى 1848 وراح الرجل فالشيخ العروسي قال له يا مولانا ده شاب صغير هيعرف يفتيه كذا إلى آخره فعينوا أمناء للفتو ومن هنا جاءت فكرة أمناء الفتو وأمين الفتو كان واحد اسمه الشيخ الخليلي وكان الشيخ السقا وكان كذا إلى آخره من العلماء اللي كانوا بيدرسونه اشتغلوا أمناء للفتو وتحريرها ما تطلعش فتوى إلا لما يدرسوها ودول كبار العلماء وهو نفسه بقى اجتهد وكان وارس بقى من جده ومن أبوه التقوى والعفاف وطهارة اليد وطهارة اللسان وطهارة الزهن يعني كان أعجوبة من الأعجيب ومكث فيه فكان أصغر مفتيا ومكث في الإفتاء أربعين سنة أربعين سنة مفتيا فده ما حصلتش إطلاقا لا بعد ولا قبله إن واحد يجلس في الإفتاء أربعين سنة وأخذ يدرس بتعمق وبشدة وليلة نهار حتى أصبحت ما ألفه من الفتاة المهدية يعني مثالا يحتذا طلعت في سبع مجلدات مطبوعة محررة منقحة مرجع لجميع فقه الحنفية في العالم والحمد لله وفق الله دار الإفتاء المصرية في طبعتها فطبعت في عشرين مجلد اللي هي السبع مجلدات لأنها كانت بتطبع بالطريقة القديمة لما نسقت ووضعها عشرين مجلد العشرين مجلد دول فيها روح الإمام محمد أمين المهدي العباسي الذي جاء في وقت من الأوقات وأصبح شيخا للأزهر جمع الحسنين جمع بين الإفتاء وبين المشيخ وحصل إن عرابي أتى وقع لنا هنا إن إحنا نازل توفيق قال له هذا لا يجوز إن إحنا نازل الحاكم المسلم ونخرج عليه هذا لا يجوز طيب يعني عارض الصورة العربية ما عارضهاش ده عارض نقطة واحدة فيها وهي عزل الرئيس البلاد هو الخديو توفيق هو الخديو توفيق من غير مبرر شرعي يعني يحدث هذا طيب أستأزم فضلتك أعايز أستفيد وأستجلي بعض الأمور في هذا الموقف فضلتك ولكن بعض الفاصل طيب إن شاء الله أستأزنكم بعض الفاصل خليكم معنا بمنطقة البستان وفي تلك البقعة الطاهرة المباركة من بقيع مصر في مقابر المجاورين ترقد روح الشيخ محمد المهدي العباسي مع أحبابه من شيوخ الإسلام فهنا تجد مقام الشيخ محمد بن سالم الحفني وعلى بعد أمطار تجد قبر الشيخ عبد الرؤوف السجيني وعمه شمس الدين وبهذه المنطقة التي ضمت أرواح الأمراء والملوك كذلك بداية من مقبرة العائلة الملكية فهذه قبة أفندينة والتي تعتبر ثانية أكبر مقبرة بالعالم وعلى بعد خطوات من هذه الرقعة الطاهرة تجد جمالة وروعة البناء تتجسد في قلعة صلاح الدين الأيوبي ويعد من أهم معالم مدينة القاهرة السياحية والتي تطل على مسجدي الرفاعي والسلطان حسن رحب بفضلات العالم الجليل أستاذ الدكتور علي جمع مرة أخرى أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً بفضلاتك طيب الإمام المهدي العباسي موقفه من أحمد أوروبي شخصياً يعني البطل والزعيم أحمد أوروبي هل موقفه ده أثر عليه جماهيرياً أثر عليه مع الناس وقتها لأن دائماً كان يقال بأن لغته هي لغة عامية أو لغة العوام في الكتابة فكان يبدو أنه قريب من الناس هل ده أثر على موقفه؟ أثر على موقفه إيجابياً إيجابياً؟ ولم يخشى السطوة وأحمد عرابي كأنه قائد الجيوش ده خل أحمد عرابي يضيف طلب تاسع من طلباته وكانت طلباته الثمانين تاسع رفع الشيخ الإسلام والمفت ده يقعد في بيتهم فأعادوا في بيتهم وعين مكانه الشيخ محمد المجابي الشافعي لكن لم يتزحزح ولم يبع دينه من أجل ضغط ولا من أجل سطوة ولا من أجل شيء قال الحق المشروع الفكري بتاع محمد المهدي العباسي تمثل في الإصلاح وفي التجديد في الإصلاح دخل على المنظومة التعليمية واستصدر من الخديوي هو على فكرة حضر محمد علي وحضر إبراهيم باش وحضر عباس وحضر سعيد وحضر إسماعيل وحضر توفيق صحيح وصل توفيق يعني فيه ستة من أسرة محمد علي الأسرة العلوية أسرة محمد علي وحضر توفيق ومات سنة 1898 بعد ما تخانق مع توفيق توفيق بقى قال قال الله ده الرجل ده بتاعنا يظهر ولا كذا فظلنا هذا وبعدين قالوا له ده بيجتمع هو وناس في البيت بتاعه بيشتم فيك وبينتقدوك فجابه قال له أنت بتنتقدني قال له آه بنتقدك قال له خلاص يا خليب ينتقدني ما يعدش معايا فإيه يعني أنت في مشيخة الأزر قال له خلاص مستقيل وشوح له كده بإيده ومشي فوهو ماشي عطيله ظهره توفيق قال له والإفتا ما هو دلوقتي معايا المشيخة والإفتا والإفتا راح أمله كده قال له والإفتا فعلا يا مولانا التاريخ يعني أيوة ده يوصف المشهد كده المشهد كده بالضبط قال له والإفتا وأشاح بيده وأشاح بيده واخد بالك وجلس في بيته ومن هنا حصلت أزمة أن المفتي مش راضي يروح الدار ولا راضي يمارس فجابوا واحد من العلماء الكبار كان اسمه الشيخ محمد البنة كان تملي الشيخ بخيط لما يجي يتكلم عنه يقول قال العلامة محمد البنة وكان محمد البنة مسق قضاء اسكندرية فجابوه حتى يقوم مقام مش يبقى مفتي يبقى يقوم مقام المفتي يعني يسير الأمور وظل هذا الحال إلى أن انتقل في سنة 98 فعينوا مكانه مين حسونة النواوي شيخ الجامع لكن هو سبها فجه حسونة النواوي شيخا بعده وبعدين خد الإفتاء أيضا جمع بين المشيخ والإفتاء وقعد له سنتين ثم جه الشيخ محمد عبده سنة 99 المهمة الحصد أن مشروع محمد المهدي العباسي كان يتمثل في إصلاح التعليم فوضع قوانين ونقل هنا بقى للنقطة الفارقة اللي هي المشروع الحضاري بتاعه اللي هو المشروع التجديدي بتاعه نقل العلم من المشيخية إلى الأكاديمية المشيخية كان يحصل فيها إيه؟ إلا يرى في نفسه أهلية للتدريس يستأذن المشيخ ويقعد ويدي درسه وخلاص بقى إيه لو أجزون انتهى الأرض طبهم ده ممكن يحصل فيه محسوبين طبهم ممكن الدرس ده ما يكونش كافية فلا يبقى لابد من الامتحان والامتحان يقوم به ستة والستة دول يسألوه في 12 علم وفي الاتنشر علم دول يسألوه كل يوم علم ويقعد يقرر فيه وبعدين يدهانه من أحد ثلاث درجات الدرجة الأولى كل العلوم الدرجة الثانية بعض العلوم الدرجة الثالثة علم واحد يعني عمل مؤسسة ونظام متكامل بقى للتدريس عمل مؤسسة بقى نقلوها إلى خضية الأكاديمية وذلك عندما يشهد له تمانية يجيب الورقة كده ويلف على تمانية من مشايخه بأنه يستطيعوا ذلك وعلى فكرة الشيخ محمد عبدو امتحن بهذه الطريقة الذي يعني وقف موقف حازم ليه هو كان الشيخ محمد المهدي العباسي أستاذه يعني محمد المهدي العباسي يبقى أستاذ محمد عبدو فلما محمد عبدو دخل اللجنة وأجاب على كل شيء كان فيه واحد نتغص منه قال لا مش داخل دماغي برضه وهيحلف بالطلاق أنه مش هياخد العالمية فالشيخ راح أعطاه له من التانية وهو يستحق الأول أعطاه له من التانية ولف عليهم وجيه عند الراجل ده بس فوق راسه قال له وقع فوقع إجلالا للشيخ المهدي العباسي فالشيخ المهدي العباسي كان سببا فيه تخرج محمد عبدو اللي هو تلميزه الإصلاح والتجديد كان هو المشروع الفكري بتاع محمد المهدي العباسي فحول الأمر من المشيخية إلى الأكاديمية أصدر قوانين لإصلاح الأظهر وإدارته أعاد الأوقاف التي كانت مرصودة على الأظهر والتي بدأت تتفلت للوقف لو لم يكن عليه ناظر واعي يتفلت ويضيع ويتسرق لا رجع الأمر مرة تانية محمد المهدي العباسي في مواقفه الوطنية ومواقفه الدينية ومواقفه السياسية حتى السياسية ومواقفه العلمية واحد مرة جاءه وقال له هو اللي عمله الخديو إسماعيل ده صح ولا غلط أن يحط أربع تمثيل لشوات أسود مش ده يستوجب الخروج عليه كلام كده ملوي معناته كده عايز كده ففهم الشيخ قال له على فكرة ده مكروم ولكن يجب علينا أن نسعى لتغيير المنكرات الحقيقية شرب الخمر الزنا كده هو ده اللي تؤمر فيه بالمعروفة في نفس الفاتو وده كانت من العجائب أنه يعني بيسأل عن الشيء فيجيب عن الشيء وعمى وراء الشيء وبالشكل ده يعني كان الشيخ محمد المهدي العباسي الجميع حكاما عن دول ستة خدوية خديوي ستة خديوي حكاما وشعبا وعلمة الشيخ المراغي بعد كده جاب قانون للأحوال الشخصية فاعترض عليه بعض العلمة فقال لهم هذا مشروع المهدي العباسي محمد المهدي العباسي المتفق على تقوى وجلالة علمه كان ليه تقدير كبير يعني كبير جدا مقال لهم في جنازة وكان 40 ألف ومتفق عليه اللي صلوا في المسجد خمس تلاف اللي مشوا في الجنازة 40 ألف من سكان القاهرة وقتها اللي هي كانت كام كلها لا دوله من الأقطار دوله من الأقطار كمان يعني مش أهل القاهرة بس إنما دوله من الأقطار رحمة الله عنه وأنه كان يعني رجلا والرجال قليلا شكر فضلكم ولينا شكرا جزيلا لحضرتك شكرا لكم شكرا لكم وشكرا موصول لحضرتكم إلى اللقاء